أهم الأخبار التي دارت منذ أمس إلى اليوم هو قبل يوم واحد على موعد استئناف عمل البرلمان العراقي بعد تعطيده لأشهر عززت السلطات العراقية من تحصين المنطقة الخضراء الحكومية بانتشار أمني مكثف ووضع بعض الكتل الإسمنتية وضعت أمام بوابة التشريع أولاً والتخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء مشيرة إلى احتمالية المباشرة غداً بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق كل هذه البوابات هي تؤدي إلى داخل المنطقة الخضراء ووفق الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فقد تضمن جدول أعمال الجلسة اليوم غد التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه إضافة إلى انتخاب النائب الأول للرئيس لرئيس البرلمان طبعاً هذا أمر يبدو أنه يثير إشكالات كثيرة نذهب إلى ردود الأفعال حول استقالة رئيس مجلس النواب التي حدد هو شخصياً أسباب هذه الاستقالة مؤكداً أنها جاءت لإعطاء الفرصة لـ 73 نائباً هم النواب البدلاء عن التيار الصدري المستقلين أيضاً لإعطاء فرصة لمئة نائب آخرين لم يصوتوا على انتخابه رئيساً لمجلس النواب في أول جلسة للمجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي الإطار التنسيقي وهو المعني رحب بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استئناف عمل البرلمان وتحديد يوم الأربعاء غداً لعقد الجلسة فيما دعا القوى الكردستانية إلى حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية مرحباً في الوقت نفسه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصاً التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة لكن مقتدى الصدر حتى الآن لم يعلق على جلسة البرلمان أولاً وعلى استقالة الحلبوسي ثانياً فيما ترفض قوى سياسية هذه الاستقالة لكن ائتلاف النصر وهو منضوي تحت الإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي حضر من قبول استقالة رئيس مجلس النواب مؤكداً أن قبول الاستقالة يعني الدخول في مرحلة فراغ جديد وتعطيل عمل المجلس إلى حين ترشيح رئيس جديد للبرلمان كذلك يتوقع أن تحصل خلافات خلال ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس النواب فكل الكتل تريد الاستحواذ على هذا المنصب بعد استقالة حاكم الزاملي وهو من التيار الصدري مع انسحاب التيار الصدري من البرلمان وحتى الآن لا يمكن التأكيد عن ما سيدور في جلسة يوم غد الأربعاء الأوضاع كلها تشي بأمور كثيرة